أعلنت وزارة السياحة والأثار في مؤتمر صحفي عن تفاصيل الانتهاء من مشروع تركيب محطات الطاقة الشمسية بعدد من المتاحف الأثرية من بينها متحف شرم الشيخ يأتي المشروع وفقا لتفعيل مذكرة التفاهم الإطارية لمشروع تحويل المتاحف ومواقع التراث العالمي المصري إلى الأخضر واستخدام الطاقة الشمسية والتي تم توقيعها في نوفمبر من عام 2022 على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخ أكوب 27 بمدينة شرم الشيخ نتكلم على كيف نتحول للأخضر وده جزء من استراتيجية الدولة للستراتيجية البيئية للدولة عدد كبير من المواقع الأثرية والمتاحف نتكلم في أول مرحلة عشرين موقع ومتحف تم تحولهم لإستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة نتكلم على السولر انجي أو الطاقة الشمسية والمرحلة الثانية بإذن الله هتبقى ست مواقع ومتاحف أثرية جديدة هذا الملف هام هام مش بس لتحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ودعم هذه المشروعات التحول الأخضر ولكن كمان أن أنا بخاطب المجتمع الدولي بخاطب منظمي الرحلات أنه بقوله أنه هذا داخل فيه استراتيجية الوزارة وستراتيجية الدولة وأصبح هيقدر يقدم ستيتمنت يقدم كشف حساب للسائح بتاعه بعد زيارته إلى مصر يقوله أنت لما زورت مصر ورحت الهرم ورحت متحف محمد علي ونزلت في الفندق الفلاني أصبح عندك أنرجي سيفنج قد كذا قضية الكبرى في المناخ أنها الامبعاثات الكربونية التي تأتي للإستخدام الطاقة الكهربائية بالطرق العادية هي بيأخذ منها امبعاثات كربونية هي دي اللي بتؤثر في ارتفاع نسبة الكربون وهي دي اللي عملت مشاكل مناخية للتغير المناخ الكبير اللي بيحصل دي إحنا لازم يكون لدينا حلول ابتكارية الحلول الابتكارية منها استخدام الخلايا الشمسية في كطاقة نظيفة بدون استخدام طاقة نظيفة مش هنقلم من البعاثات الكربونية ودي مهم جداً نحن نكون أيضاً لدينا المبادرة دي المبادرة دي دخل المتاحف على المناطق الأسرية